السلام عليكم معكم تظهر نقار بوصل معكم لجزء الخامس بسلسلة اضطرابات السوديوم أنا حكي اليوم عن علاج نقص السوديوم حكينا بالأجزاء الساقة عن انتهينا من الاختلاطات العصبية لنقص السوديوم والاختلاطات العصبية لتعويض السوديوم السريح حكينا قبلها عن التشخيص التفريقي للنقص السوديوم رجعنا لمحاضرة التشخيص التفريقي لأنه على أساسها إذا عرفت شو سبب نقص السوديوم تعالى في كيف تعالجه بداية أم ذكركم أن مشكلة السوديوم أن المريض عم يحبس في عنده خبس ماء زيادة في جسمه في حبس ماء زائد في الجسم عم يشرب موية زيادة وما عم يطرح هذه الماء بأكتر من طاطو وبالتالي عم ينزل تركيز السوديوم عنده فعلاج نقص السوديوم هالحالة هو أني أنا ساعد المريض بطرق الماء الزائد من جسمه هذا هو علاج الحقيقي لنقص السوديوم أني ساعد المريض يطرح الماء الزائد من جسمه هل برأيكم العلاج هو أني أنا خفف أعطاء السوائل أعطاء الماء وخلي ساعد الكلية أعطيه في الماء الزائد ولا أني أعطيه من حزيادة الحقيقة هو العلاج هو أني ساعد الجسم يطرح في الماء الزائد أني نقص الوارد وزيد من الصادر وبالتالي يصير توازن من ماء سلبي عنده هل أنا بطرق أحيانا أعطي سوديوم لمرضى نقص السوديوم؟ نعم بداية مرضى نقص الحجم ليهن حالات معينة من طرابات نقص السوديوم وهن علاجهم الأساسي وتعويين الحجم لإني أعطيهم سوديوم بس ما هي الحالات الأشياء حقيقة الحالات اللي أنا بطرق أعطي سوديوم حتى لو ما كان في عندي نقص بالحجم ربما أنا ما بعطي 3% اللي هو سوديوم المركز اللي هو الملح المركز أنا ما بعطيه مشان صلح السوديوم ما بعطيه مشان صلح السوديوم أبدا أنا بعطيه مشان إمنع الاختلاطات العصبية أنا مشان عاكس اقتراب وراجع محاضرة المحاضرة الماضية محاضرة الأعراض العصبية عاكس الوزمة الدماغية الحادثة بإني أسحب السوائل من الدماغ وبالتالي تخفف من تأثير الأطراب الحلولية على خلايا الدماغ هذا هو سبب عطاء 3% وليس هو تصليح السوديوم بحد ذاته كمان أنا ممكن حتى بحالات السيادش لاحقا بتشوفوا ممكن أنا أعطي ملح الطعام أعطي حبات الملح بهالحال أنا ما أكون عم عالج نقص السوديوم بيني أرفات تركيز السوديوم لا أنا عم أعطي حبات الملح اللي هو السالة عم أعطيها مشان ساعد الجسم يطرح الماء فخلاصة أنه علاج نقص السوديوم أني أنا ساعد الجسم يطرح الماء وقد أبطر أعطي ملح إضافي إما لحماية الدماغ أو لساعد الجسم يطرح الملح يطرح الماء أفوا هذه الفكرة مهمة جدا جدا فكروا فيها مني لأنه هي أساس علاج اطرابات نقص السوديوم للأسف أنا عم شوف حتى بأمريكا هنا أنا شفت حالات مرضى قصور كلاوي مثلا تأخرنا بالغسيل عليه هون يوم أو يومين شربوا مي زيادة السوديوم نزل إلى 129-127 وللأسف المقيم باللشل على حبات سوديوم سوديوم تابت هذه أنا أعتبرها خطيئة يعني هذا أعتبر كفر بوا حقيقة مرضى قصور القلب بعض أنا شايفها بعيني حتى أنه يتعالج نقص السوديوم عنده منك تعطي حبات ملح وهذا خطأ كبير اللي يعني يعطي هذا الشيء هو ما نفهمان فيزيولوجيا نقص السوديوم أبدا أبدا يرجع يسمع المحاضرات يعرف أديش جسامت الخطأ اللي يعطي مريض فرط حجم يعطي حبات ملح مشان يصالح للسوديوم عنده شوية النقاط أنا ممكن يتذكرها حتى أني خلال عياج فرط السوديوم أو نقص السوديوم عفواً هو مدة نقص السوديوم أو فترة التطور هو حاد مثلاً يعتبر أخذ المثار بساعة هذا الشيء بيساهم أو بيخليني أعرف أديش معدل التصريح وأديش سراء التصريح وأديش خطورة التصريح السريع شدة نقص السوديوم عادة أقل 120 سريع وجود الأعراض العصبية أعراض وزمة الدماغية حكي أنها معدل التصريح مهم جداً بحالات نقص السوديوم الماكسيموم هو 8 لما بيكون في عندي خطورة متوسطة للأو دي إس لما بيكون خطورة عالية هتشوفوا رقم تاني هتشوفوا 4 إلى 6 مليون الخطورة منخفضة جداً ممكن تقبل حتى 10 بس أكيد مو أكتر من 10 مليون وأكيد مو يعني لو كنت كتير بحبت زيادة هقبل 12 مليون وهذا رقم ما بشوفه يعني ما بفضل شوفه بمارسة الحقيقة اليومية ولو قبلت 12 باليوم ما لازل أقبل أكتر من 18 بالأربعة وفي 48 ساعة فالسيف إني أنا أطلع على 8 إني أنا أقبل 8 مثلاً و6 بحالات معينة لأنه أنا لما بيطمح لـ 8 بكون تارجل تبعي 8 أنا واثق بنهاية نهار سيكون تصريح أكتر من 8 سيكون 10 لما بيطمح لـ 6 سيكون تصريح 8 فإذاك واحد يكون يشتغل على ويمنع الاختلاطات العصبية أحسن ما يدخل يعني ولاته ساعة تمندم لأنه صارت الـ ODS بعد عدة أيام للأسف قبل التصريح حكينا أنه الأعراض العصبية اللي بتصير بحالات نقص السوديوم الشديد والسريع وإضافة الـ ODS اللي بتصير بالتصريح السريع أنا لازم وازم بين الخطرين الماكسيمم لما يكون في عندي خطورة عالية الـ ODS و4-6 بالـ 24 ساعة شو هي الخيارات العلاجية حكينا 3% ممكن أعطيها وحبات الملح ممكن أعطيها اللي هي salt 3% مرة ثانية ما أعطيها مشان صليح السوديوم مشان أحمي دماغ من الأذية من الوزمة الدماغية السوديوم التالية أنا أعطيها مشان زيد السوديوت والتي ساعد الجسم يطرق من الماء الـ Volume لما يكون ما يتفرض حجم بعطيه مدرات مشان أطرح الملح الزايد وهذا الملح الزايد بيسحب مع الماء وبيضبط لي عيار السوديوم هذا الشيء ممكن نشوفه بقصور القلب ويتشمع الكبد حالات الـ Hypofoline هنا بيحاجة لـ Normal Sain حقيقة أو غيره لحتى يصلح السوديوم عندنا وبالتالي يصلح الحجم وبيصلح السوديوم بيثبت إيريش وبيصلح السوديوم بيطرح الماء الزايد لجسمه الـ Fluid Restriction تقريباً لمعظم المرضى فيني يطبقها أو يعطيها معنا نقص الحجم طبعاً بتساهم بس ما هي علاج وحيد وما علاج فعال بحد ذاته ممكن نعطيه اليورية كزيادة للـ Solute Intake وهذا الشيء بيساعد الجسم على طرح الماء الزائد مدرات العروة اللي هي بتساعدني يبيت Hyper-volumic patient sometimes أحياناً بمرضى السيادة تبيتكرون اللوب أحياناً الـ ADH اللي هي مضادات الـ ADH أحياناً منطرنا استخدمهم بحالات نادرة ربما مريض سلطان مثلاً سلطان رئة ومزل النقص الصوديوم عنده السيادة عنده مستمر ممكن تضطر تعطيهنه حتى بمرضى قصور القلب هلها صار جزء من الـ Protocoll ما كتير عندي خبرة عالية فيهن البوتاسم ريبليسميت أظنني شرحتها أو شرحها لاحقاً البوتاسم وجزء من علاج نقص الصوديوم البوتاسم هو الوجه الآخر للصوديوم هو عملة المقابلة للصوديوم لما بقعطي بوتاسم أنا خارج خلوي هيروح هيدخل لداخل الخلاء وحيطلع بالصوديوم من جوه ويطلع بره وبالتالي لازم حطه بحساباتي وإلا أنا بدون عمزيد يعني أعمل الضرر بدون ما أنتبه هأشرحها ربما في جزء سالس للسلسلة اللي هأشرق موضوع البوتاسم ربما بشكل أفضل أو أكثر تفصيلاً فبتطلع على الأعراض إذا فيه الأعراض شديدة أكيوت وعراض المريض العراضي والفترة أقل من 12 ساعة 3% لازم أعطيه ربما 1-32 أميل بركيجية أو ربما بولوس أحياناً بعطيه 100 أميل إذا الأعراض موجودة والحالة مزمنة أكثر من 12 ساعة أنا ممكن أعمل تسريب مثلاً لـ 3% وطبعاً حافظ على التارجة التبعي نقص يعني أعمل water restriction هذا ربما أحد العلاجات اللي ممكن بكل الحالات long term مثلاً بهالحالات الكرونيك مثلاً أنا ممكن أضطر أعمل الـ الـ ديمقلوسيا أكيد ما عاد حالي يستخدم وربما اليورية أنا أضطر أعطيها بالسيادش مرضى مثلاً المضادات ل-ADH أنا أضطر أعطيها أحياناً لو كان asymptotic patient ما في علاج صحيح سريع أنا بلجأ لعلاجات المزمنة حسب التشخيص اللي هو عندي سواءً تحديد الماء إذا كان مشرب موية زيادة إضافة إلى اليورية أو حتى أحياناً أم لا الحبات الماء Hypertonic مثل معنا مرضى العرضيين العرض العصرية الشديدة ممكن أعطي بولوس مقدار البولوس 100 ml ممكن نكررها حتى 3 مرات وما تخافوا منها لأنه لو حسبت أديش هتصلح السود يوم عندك ما بتصل فأكثر من 4 إلى 6 إلى 24 ساعة فآمنة ممكن تستخدمها أول مرة أو تاني مرة أو تالت مرة لفاصل ربما تسلبها على مدى 20 دقيقة أو ربما 10 دقائق وعشان تخطي 500 ml وهذا الشيء إن شاء الله بمنع الوزمة دماغية وبيخفف من الأعراض العصبية عند المريض مثل ما أن الوزمة دماغية ممكن تكون شديدة وخطيرة ربما تكون أشد يعني خاصة بالأكيوت وما يكون أعراضها أو أهميتها أكبر من الوزمة في الحالة التصحيح السريع ممكن بيقبله حتى 6 موف ما في داعي صليح الصوديوم للنورمال لأنه بيكفيني حتى لو 6 بيحمي الدماغ وبيمنع الأعراض حكينا أنه ممكن سرب ممكن إذا مريض بدي أعطي حتى لو 3% طبعا في دراسات قائمة مع البولوس أحد الخيارات نفعطي لـ 3% مثلا ممكن واحد عمل بالكي جي بعطيها أور 60 دقيقة ربما حتى لو حتى ساعة ممكن تكرر مرتين إلى ثلاث مرات حسب الاستجابة حسب استجابة الأعراض الصوديوم لازم شاكه كل ساعتين حكينا هذا الموضوع عدة مرات المخبر العادي بيطول اللي يجاوب فيفترض أنه تعمل الpoint of care وتثبت على طريقة واحدة للمعايرة الصوديوم هذا الشي ممكن يرفع الصوديوم حتى 4 أو 6 مثل ما حكينا والتصحيح الماكسيم بالـ 24 ساعة هو 10 إلى 12 ما يكون الخطورة منخفضة للـ ODS أو 18 بالـ 48 ساعة ما يكون الخطورة عاية للـ ODS التصحيح ما لازم يجاوز الـ 6 حكينا نحكي ونرجع عن هذا إذاك هشوف أرقام مختلفة حتى بين الدراسات وبين الـ مريض عنده نقص صوديوم مزمن أعرضي لازم أن أصليح له الصوديوم إذا كان أكثر من ساعة طبعا بدي أنتبه أنه في عندي خطورة أو ما بعرف قدش فترة لتنقص الصوديوم أنا ممكن بهالحالي أنا مشان أمنع الـ Overcorrection لأنني ممكن أعطي مثلا 3% ويصير عنده Overcorrection فأنا ممكن أعطي أنا DDAVP من الأول إنها هي Proactive Way إنني أعطي أنا أقفل الكلية إمنع التصحيح السريع وأعطي 3% وخلي الصوديوم حولي مثلا جاييني بيبير وتمانية وأنا أعرف إنه هذا مريض مجرد صحح له الحجم وصحح له أعطيته مثلا أكل أعطيته مضاطات حيوية ربما حيبلش يدر بشكل زائد أنا ربما من الأول أعطي DDAVP أو استعمل الـ Reactive إنه يستنى عليه حتى أشوف شو صار بالصوديوم إذا صحح بشكل صريح صار عندهم Aquareces أعمل Reactive راجعوها بالمحاضرة الماضية حكيت الآريات الثلاثة إما Proactive أو Reactive أو Rescue اللي بتمنى أنه ما تلجوا للRisky إلا زمن المضطرين مرضى الأسيمتماتيك المعرضيين الإلكرونيك ما في داعي للتصحيح السريع أو للعلاج السريع ما في عندهم Immediate Correction ممكن يصي معهم Auto Correction في بعض الحالات فلازم ننتبه عليهم خاصة مثلا هذه المعادلة سأخصص جزء كامل أو محاضرة كامل جزء قادم بعد السليدات لأشرح كيف وصلنا لهذه المعادلة تعطيني Expectation Increase بالSerum Sodium هو Infusate المقدار اللي أنا سربه من الصوديوم والبوتاسيوم حكينا البوتاسيوم والوجه الآخر الصوديوم نائس تركيز الصوديوم بالمسل تأسيم Total Body Water Plus One Total Body Water هو حسب الجنس وحسب العمر إذا نحكي عن بالغين ربما المين مثلا ذكور 60% من الوزن الجسم لو حكينا عن نساء مثلا عن مريضات ربما 55% لو حكينا عن مسنين هاي نسبة بتقل ربما بالرجاء بتوصل إلى 50% أو بالنساء 45% كمية الماء بالجسم بتقل وعن نحكي عن أطفال أطفال معادلات مختلفة بأحد المرات ما قرأت أنه ممكن توصل إلى 75% من وزن هو ماء فهي total body water مهم إني أعرفها قديش هي كيف وصلنا لها المعادلة بش رح نكون بالجزء القادم بتمنى ترجع وتوصلوا لها هاي المعادلة ما أنا مثالية حقيقة في إلها مشاكل هي بتعطي expectation توقع ما بتعطي رقم دقيق وحاشرح ليش ما تعطي رقم دقيق في المحاضرة القادمة مهم أنه ممكن تفيده أنه يعرف قديش لو أنا صوديوم عندي لو عطيته كاملا وأنهم فيني أدر قديش لازم أعطي من 3% وقديش على مدة التسريب تبعي فارضا مثلا مريد وزن 70 total body water تبع بيطلع مثلا 240 لتر صوديوم تبع عنده 110 يعطي الـ 3% 3% فيه 513 ميك 513 مع 110 تأسيم 42 زائد 1 لو total body water تبع بيطلع معي قديش لو عطيت لتر كامل من 3% قديش الصوديوم حيطلع طبعا ما بدي يعطي لتر كامل أنا بدي أعرف قديش هيطلع فأنا بدي يطلع مثلا ولي كنت طلع معي 15 أنا ما بدي يطلع 15 بدي يطلع 6 فأدي أعطي نصف المقدار وهذا الرقم مرتين هو تقريبي لا بد أن يستيل أنا لازم قارن أطلع الصوديوم كل ساعتين وشوف أو الترين تبع الصوديوم وعدل التسريف تبعي حسب تغيير 5 صوديوم حكينا عن موضوع المرضى السيادش اللي تعطي النورمال ثاني الأيزوتونيك ثاني هذول المرضى بالتعريف ما عندهم حكيت بالمحاضرة رقم هاي بترجعوا عليها بجزء السيادش اسم بتعطي مريض لتر سيروم سيروم ملحي على أساس أنه هذا المريض هو نقص حجم تكتشف أن الصوديوم نزل عنده 120 119 118 هاي بيسموها سببها أنه الجسم ما نقادر يطرح موي وما نو بحالة نقص حجم وبالتالي كل الصوديوم عم تعطيه حينطرح هذا الصوديوم حينطرح حينطرح بكمية أقل من اللتر اللي عطيته لتر السالين بقلبه 154 ميك صوديوم الحالة الطبيعية لازم يطرحه كاملا مثل ما هني بتعطي لتر سالين بيطلع 100 لتر ماء مع 154 ميك صوديوم كله بيطلح لأنه مطمئنا ما في عنده نقص حجم هذا المريض بس لو كان عند السيادج هدول 154 ميك هيطلع بكمية أقل من الماء عم أفترض بهذه الحالة أنه عندي تركيز الشوارد بالبول بهذا المريض بذات 256 مثلا وبالتالي الـ 1000 ميل حيحتاجوا فقط 600 ميل من الماء عفوا الـ 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 صوديوم بلس وانها مع الـ الـ ميل من الماء حيحتاجوا الـ الـ فقط 600 ميل من الماء حينتهي مريض أنه حيكون عنده زيادة 400 ميل حيحتبسه بجسمه فهذا الشي حينزل تركيز الصوديوم عنده حساب Total Body Water حكيتها مرة تانية مرة تانية مرة تانية حط يعني اشرحها بالتفصيل بس هذا هي خلاصة الموضوع وهيك عم يصير بالضبط فإذا بتحب ترجعوها مرة تانية أو دقوا بسلايدات وعرفوا أنه هذا من أحد المعايير التشخيصية الثانوية لمرضة السياليش بالمناسبة بيضغون على السشارة مريض شاكين عنده السياليش مثلا بتطلع أنه بالقصة كان صوديوم عنده 120 أو 125 وعطيته أعطوه سالين مثلا نزل الصوديوم عنده هذا يشككني أنه هذا مريض معم ي إلي رحمه وبالتالي أحد المعايير التشخيصية ربما الثانوية لتشخيص السياليش مثل ما حكينا الموضوع كيف صار هذا الموضوع ثم لو بترجع المحاضرة سوف تكررها ماذا عن تحديد إعطاء السوائل تحديد إعطاء السوائل هي طريقة غير فعالة بحد ذات لتصحيح نقص الصوديوم أنا لابد أني إمنع الميت يشرب ماء زيادة لابد أني إمنع السوائل منخفض التوتر الحلولي مثلا سيروم السكري وغيره لما مرضى نقص الصوديوم عموما بس حقيقة ما كتير فعالة هي الطريقة لحد ذات لتطرح لحتى تصلح الصوديوم لأنه على فرض أن المريض عم ياخد حمية عالية مثلا حمية كاملة من البروتينات عم ينتج مثلا 800 ملي أزمون من الأزمولايت وعلى فرض هو بيعمل الأزمولايت تبع اليورين تبعه ما عم تنزل عن 500 بسبب السيادش تبعه فلو أنا عطيت 800 ملي أزمولايت هذول بحاجة لأن الأكل عميلك بحاجة بحاجة بحيطلع معهم لتر ونص من البول فقط طيب أنا لو حددت له السوائل لتر ونص من البول فهو كأنك يا أبو زيد ما غزيت الصوديوم ما حيتغير عنه لابد أن يكون حمية شديدة عن السوائل أقل من 800 ميل بهذا المريض لحتى يطرح يوميا 700 ميل وممكن الصوديوم ينزل للمرضى لا يريد أن يلتزموا فيها عموما فأنا لابد أن أرجع للفلود بحاجة 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 ماناة كافية لتصحح نقص الصوديوم بمعظم المنقر شرحت هذا الكلام مثلا وليكن حمية طبيعية طلعت 700 ميلي أزمول من الأكل مثلا طلعت لهذا حينطرحوا كلهم بالقول على فرض هذا المريض ما عم يقدر ينزل أزموليتي أقل من 500 إلى 700 بدون لتر وربعة أو لتر وربعة أو لتر وربعة لتر ونص فبالتالي أنا لازم نزل الانتاك للـ 800 أقل لحتى يقدر عمل توازن سلبي هذول لتر وربعة مثلا يطرح يأخذ 800 ويطرح يوميا مثلا وبالتالي بيصير بيقدر توازن مأسا بـ 800 أميل باليوم صعب كتير عكتير مرضى ما بلتزم فيها هلأ ممكن أنت تقيس الصوديوم بالبول مثلا الصوديوم والبوتاسيوم وهذا شيء يوجه أنه أنت عم تقدر تحقق المريض عم يحقق المطلوب مثلا النسبة لازم يكون أقل من نصف مثلا هذا دليل أنه بريد مع الفلود الاستجابة أو لا الشيء الثاني مثلا لما يكون في عندي الأوزم أعلى من 500 عادة الاستجابة ومثلا تبع أعلى من 500 عادة الاستجابة للفلود الاستجابة بتكون الليلة مهمة جدا بمرضى نصص الصوديوم لأنه هي الوجه الآخر كل شيء تعطيه من البوتاسيوم حيروح لداخل الخلايا والصوديوم فلو دخلت بالمعادلة تبعك هذا الشيء حيرفع الصوديوم بشكل كبير فانتبه على موضوع العوضة البوتاسيوم بمرضى نقص الصوديوم أنا مثل ما قالنا الكلية الطبيعية ما بتقدر تطرح ماء بشكل مباشر لابد أنه أنت تطرح الصوديوم لازم يكون في عندي شيء يدخل يرشح من الكوباب وبعدين اليورم بيصير diluted مثلا أو concentrated حسب الحال فأنا لو عطيت أنا من خارج الجسم عطيت المريض مثلا زدت الصوديوم تبع الصالت مثلا حبات الصوديوم يعني حبوب صوديوم ملح أو ملح عادي أو أعطيت يورية مثلا أو خليت يأكل البروتين هذا شيء ممكن يزيد من كمية الماء المطروح بالبوت هذا هو مبدأ صوديوم excretion كل 9 جرامات من الصوديوم الصالت اللي هي حبات الصوديوم ممكن تعطيني مقدار من الصوديوم يعادل لتر من اللوم السالم فأنا هون بهالحال اللي أنا بكتفي بتسع جرامات حب وما أعطي أي سوائل أنا ما أعطي أي ماء معه فالتالي بيقول أنا هذا الشيء صالحي ما أعطي فأنا حققت ما أصطيت حقيقة بالليتر بدون ما أعطي أي ماء حين مثلا حسابات تانية مثلا كل جرام من الأورا صالت تابت بعادة 35 مل 3% بتحسبوها وتطلع نفس النتيجة ذكروا مطمئنا مرضى الوضمات مرضى القصور القلب مرضى تشمع الكبد مرضى النفروتيك سيندروم ما بنعط القصور الكلو خطيئة كبرى اللي بدون يعطي هذا الشي بيكون ما نفهم الميكانيزم أبدا لنقص الصود الأسعار مختلفة ربما هاري بحكي بأمريكا حبات الصودوم الخيصة حقيقة 200 حبة فقوم 13 دولار مثلا ربما بلادنا أكيد أرخص بكتير بينما اليورية أغلى صراحة اليورية نفس المبدأ أنه بتزيد من تركيز أنه بتطرح الماء اليورية مثلا 30 جرام من اليورية لزرفين وزرف واحد حوالي 15 تنتج 500 ملي أوز مول فلو المريض عم يساوي 500 ملي أوز مول كل 30 باللتر هذا هو أوز مول ينتبعه كل 30 جرام تطرح عنده لتر من الماء لو عضيته 60 جرام باليوم هو الضرف 15 جرام عم يطرح تلترين من الماء وبالتالي بيساهم بزيادة كمية الماء المطروح مشكلة أنه سعر الغالي هي 353 دولار ل 15 باكت كل باكت حقه 3 دولار فبتكلف اليوم 15 دولار العلاج بعض شركات التأمين ما بتغطيها هون بأمريكا الكلام هذا ربما ما بفيد لخارج أمريكا بس هي مشكلة اليورية أنه هي ما مغطية بشكل جيد بالتأمين لسبب أنه تعتبر هي مكملات غذائية ولا تعتبر علاج دوائل أنه ما في دراسة الشركة المصنعة ما قدمت دراسة للأب دي اي موضوع بخص الأمريكان أضمها موجود بأوروبا أو بسوريا المدرات العروة مفيدة ربما لأنه هي بتخفف من تأثير الـ ADH على اللوبوف هينلي ممكن لو بيكون عندي تركيز الكاتيون بالبول العالي البول المكثف كتير قد يفيد إعطاء مدرات العروة جربت عن مريض صراحة وما استجاب كتير وربما ساولوا هايبوفوليميا فما كتير أنا تجربتي معها حتى معظم الجملائي ما بيحبوها صراحة يعطوها مرضى السيادي بس هي أحد العلاجات الممكن عافظ على الحجم وتعطي مثلا تعطي 3% أو تعطي ملح مثلا حبات وربما تشاركها مع مدرات العروة يتخفف من تأثير الـ ADH على الكلية ربما تفيد تجربتي ما كتير عالية ما كتير بوزيتف معها مضادات البيزابرسين الفابتان اللي هي الأدوية الجديدة هاي هاي معاكسات الـ V2 receptor مستخبريات الـ V2 مثلا في منهم دويين على الأقل موجودين مشكلتهم إنه أول شيء غاليات المكلفات ربما في إنشورانس مشكلة الإنشورانس بأمريكا يفترض يبدأوا بالمشفى إذا مريض مثلا سيادش مزمن عنده سيادش مزمن بسبب سرطان مثلا رئة وما حيستجيب ما حيشفى فممكن تبدأ هدول الأدوية عنده وتراقب الصوديم عنده ممكن تخرجوا على البيت مرضى ناص الحجم تعطيهن نوامسالين مرضى فرض الحجم تعطيهن مدرات بتحميهن عن الصوديم وعن الماء بتحميهن عن الملح بتعطيهن مدرات وتمنع الماء عنهم وممكن تعطيهن الفابتان خصوص الخلب خصوصه إذا كان في الصدباء مرضى التشمع شوي الفابتان ستبعه ما كتير يعني يعني منصوح لأنه هنن أصلاً تشمع كبد وبالتالي يعني في الدراسة الأولانية صراحة الأولية تبعاً كانت في مشكلة مشكلة أذية كبد في خلافة هذا الموضوع بس ربما ما كتن الناس تتشجعت هذه الباب تانا بتشمع كبد وأنا شخصياً منها أعطي هي بيكون وصلت لنهاية المحاضرة الكلام هذا كله عام أو هي الخطوط العيدة لعلاج نقص السوديوم المحاضرة القادمة حتكون هي النهائية بكلام النظري حقوق بس هاشرح كيف وصلنا لمعادلة تصيح نقص السوديوم وبعدها هنبدأ بالحالات في عندي حالات كتير بتمنى تتابعوها ربما هي التطبيق العملي اللي حكينا مفروض أنه ربما حتى في كلام بالحالات ما هتلاقوه بالكلام النظري فإن شاء الله يعني اللي بده يتابع أو بده يستوعب السوديوم أو يعرف شو عندي بالموضوع يفتر يتابع كل الحالة السلام عليكم